الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية 109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة جمهورية مصر العربية خلفا لدولة ليبيا وذلك لإعداد الملف الاجتماعي للدورة ورفعه الاجتماع الوزاري القادم يتضمن جدوى العمل لجنتكم الموقرة موضوعات هامة تمثل أولوية في العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك وتأخذ في الاعتبار المستجدات والتطورات الحالية لا سيما مفردته علينا جائحة كوفيد 19 من تداعيات اجتماعية وإنسانية على كافة القطاعات الاجتماعية وقد حرصنا على بلورد ذلك في مشروع جدول الأعمال وتقرير الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتشكل هذه الموضوعات دعما لمنظومة العمل العربي المشترك في هذا المجال خلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون العربي في المجالين الاجتماعي والاقتصادي وحج الهمم من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود يعيش عالمنا اليوم وضعا ليس بالطبيعي لما يشهده جراء وباء كورونا وهو وضع استثنائي من مختلف الجوانب إذا شك لا محال من عطفا كبيرا في تاريخ البشرية جميعا وليس لخطرته في حسب بل للأصار الوخيمة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وهو ما ألقى على تقناء مسئوليات ومهام أكثر تحديا تم مناقشة جدوى الأعمال والذي يتضمن موضوعات مهمة تمثل أولوية في العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك وتأخذ في الاعتبار المستجدات وتطورات الحالية لا سيما ما فرضته علينا جائحة كورونا من تداعيات اجتماعية وإنسانية على كافة القطاعات الاجتماعية مناقشات عديدة وبنود مهمة يتم تحضيرها لمجلس وزراء العرب والتي تسعى من خلالها الجامعة العربية لمواجهة سلبيات جائحة كورونا وخدمة قضايا المجتمع العربي من الجامعة العربية موندر أبو دوح التلفزيون المصري